حصار اعلامي شارس جوبها به هوراست كولار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية عشية وصوله إلى الرباط للوقوف على وجهة النظر المغربية حول مستقبل المفاوضات مع حكومة البوليزاريو لتقرير مصير الشعب الصحراوي يعني الحصار الاعلامي التعتيم الاعلامي اللي استقبل المغرب به السيدة كولار يعني ضمنياً انا ما انقول ضمنياً الرسالة واضحة غير مرقوفة وبرهن ان الارادة السياسية لا زالت نفس الارادة للعرقلة المناسق الصحراوي الخاص مع المينورسو ومبعوث جبهة البوليزاريو للأمم المتحدة أحمد بوخاري اعتبر تلاعب المغرب ومحاولاته الرامية لعرقلة أي حل سلمي لقضية الصحراء الغربية العادلة تعكس استقواء الرباط على ضعفها بحليفها الفرنسي المسألة التي تشجع المغرب لهذا المصار ليس قوة المغرب وإنما ضمان الموقف الفرنسي هذا هو يعني السبب الرئيسي الذي حال دون تنظيم الاستفتاء في 1992 بأن الاستفتاء كل الناس تعرف وفرنسا تعرف والمغرب تعرف أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال كل يعني الضوء كله لازم يعني ينصب ويوجه البريس أكثر حتى هو من الرباط بوخاري اعتبر في السياق أن الشعب الصحراوي سيحصل في الأخير على استقلاله بالسلم أو بالحرب تصريحات تزامنت عشية وصول المبعوث الأممي كولار إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في انتظار ما ستفرزه محادثاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر